بس عايز سألك على الفرق بين جيل أرجنتين نهاي مونديال 2014 جيل أرجنتين نهاي مونديال 2022 2014 كان أقوى كتير يعني دي أنا مختلف فيها مع إبراهيم بس أنا شايف أن 2014 كان عندهم خبرات كبيرة جدا في الجانب الهجومي خلينا نفتكرهم واحدة واحدة كده منتكلم روميرو يعني إيماليانو مارتينيز الموضوع مش فرق كتير أو يعني بس نتكلم على باك شمال كان روخه لو تفتكر معكس روخه كان عامل بطولة قوية جدا على جنب اليمين زابلتة اللي عنده خبرات مع منشستر سيتي دي ميكيلز وجراي في قلب الدفاع دي ميكيلز مع سيتي وباي مينخ بنكلم جراي اللعب رئي المدريد قدامهم لوكاس بيليا واحد من اللعيبة اللي كان عندهم مجهود بدني وفير جدا جمجه خفهير مسكرانو يعني عنده خبرات عظيمة يعني مع ليفر بول وبرشتونا قدامهم ثلاثي هجومي احنا بنتكلم على أنزو بيريز بنتكلم على زكيل لفيتسي اللي لعب لنابولي وكان واحد من نجوم الدوري الإيطالي ومع باريس سان جرما وطبعا ميسي في القلب وقدامه هجوين هجوين شل الشيلة يعني بمعنى أكبر بس أنا بنتكلم برضو أن سابلا كان عنده كون أجويرو كان بديل ليه وطبعا كان ديماريا كان موجود على دكة البودلاء في النهائي قدام ألمانيا اللي خسروه بنتيجة واحد صفر أنا من وجهة نظري شايف أن في كل الخطوط في تفوق حتى لو في تفوق لأفراد بالنسبة لتشكيلة فرنسا 2022 بس اللي حققه ميسي بالتشكيلة دي يعتبر يعني فوق الإعجاز بشوية فزي ما أنت قلت كتير فرنسا 2018 فرنسا 2022 بغياب طبعا بوكبا وكانتي وماتويدي وأنا بفتك الأسماء اللي مش موجودة دلوقتي بنتكلم كان أربعة تلاتة تلاتة في وحوج في النص الملعب إحنا بنتكلم ماتويدي في البيك بنتكلم كامتي في البيك بنتكلم بوكبا في البيك ده يحسب لدشان بشكل كبير برضو عشان ديشان نديله حقه أن النص الملعب ده في 2018 أنه يفقد منه يفقد التلاتة وأنه يستبداله بربيو وبتشواميني بس فده العبقارية بالنسبة لدشان في البطولة دي أنه يخلق دور لجريزمان يحقق التوازن الدفاع الهجومي وطبعا غير أدوار جيرو فالتشكلتين لأ 2018 و2014 بالنسبة لفرنسا والأرجنتين أكيد أقابل قالوا أنت أفورت كمان في الوقت أنا أنا اللي أفورت في الوقت كمان